تاري جائحة كورونا عبر العالم وما نجم عنها من انقطاع للدراسة عكف الدكتور محمد ذيب من جامعة الأغواط على تسجيل دروس مرئية وبثيها لطلبته عبر اليوتيوب درودتنا الفكرة على كل حال هي كانت سابقة نوعا ما تقريبا يعود تاريخها إلى شهر ديسمبر أين التقينا بالكثير من الطلبة وبعض ممثلي التنظيمات وعرضنا عليهم فكرة أن يكون هناك دروس عبر اليوتيوب فتقبلوا هذه الفكرة وربما الظرف الذي عشناه كان سببا وكان دافعا ومحفزا لنا من أجل إطلاق هذه القناة المتواضعة التي نصب من خلالها توصيل المعلومة لكفى طلبتنا الأفاضل خاصة في ظروف انقطاع الدراسة حتى تبقى معلوماتهم محيلا إن شاء الله هذه الفيديوهات تبعها الطالبة باهتمام كبير معبرين عن استحسانهم للفكرة ومتمنين أن ينتهج الأساتذة نفس الأسلوب أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ على البادرة المحمودة التي تقدم بها في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد والذي سهل علينا تلقي المعلومة عن طريق استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أقوم بالشكر الجزيل للدكسور محمد الضيب على المساهمة التي يقدمها للطالبة فهي جد جيدة في هذا الوقت خاصة كون أن الطلباء تم إبعادهم عن مجال الدراسة لمدة أكثر تفوق الشهر كانت مبادرة جيدة طلباء استحسنوا هذه الطريقة في فهم الدروس حتى أن الأستاذ قام بمشاركة الطلباء من ناحية الأسئلة المطروحة أو الاستفاهمات التي يتعرض لها الطلباء مبادرة الدكتور محمد ذيب مثال حقيقي لتوظيف التكنولوجيا خدمة للعلم